قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثني يحيى ابن موسى يحيى ابن موسى ابن عبد ربه لقبه ما هو لقبه خط قال حدثنا وكيع ابن جراح ابو سفيان الرؤاسي قال حدثنا إسماعيل إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس وقيس ابن أبي حازم قال استمعت خبابا وخباب هو ابن العرد وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه أي من وجع وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيا وهو ابن سعيد القطان عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب قال حدثنا محمد بن كثير العبد عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل هل في نسخة عن شقيق عن أبي وائل عن خطأ الذي في نسخة عن شقيق عن أبي وائل خطأ والصواب عن شقيق أبي وائل لأن شقيق أنكم تمام عن الأعمش عن من عن أبي وائل بدون شقيق تمام لكن الذي في نسخة عن شقيق عن أبي وائل أبي وائل هو شقيق خطأ مطبعي الصواب عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة أي قصة الحديث خباب وهو من المهاجرين وقد لقي ما لقي وهو القائل شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة الحديث خباب اكتوى سبع كيات في بطنه بسبب المرض والكي شفاء قال صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث كية بنار أو شربة عسل أو شرطة محجم وأنا لا أحب الكي وعمران بن حصين كانت الملائكة تصافحه وتسلم عليه فلما اكتوى لم تعد الملائكة تسلم عليه قال فلما اكتوينا ما أفلحنا وكوى النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة وكوى سعد بن معاذ فالجمع أنه مكروه وهو من الشفاء هو من الشفاء خباب يقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت لماذا لأن النبي نهى أن يدعو الرجل على نفسه بالموت لضر نزل به فإن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي يدعو بهذا الدعاء والمسلم مأجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له فهو بين خيرين وهذا من فضل الله على المؤمنين قال إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا أي قدموا على ربهم وماتوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء ولم تنقصهم الدنيا بشيء لم تنقص الدنيا الدين فمن انشغل بدنياه فإنه ينشغل عن الدين قال وإن أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب كأنه يقول نعم يعني الصدق بابها نعم تصدقنا فلم نجد نعم من نتصدق عليه الجهاد جاهدنا وبذلنا أموالنا في سبيل الله ننفق على أنفسنا يقول رحمه الله وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب أي لم نجد أن نضع هذا المال إلا في البناء في التراب أي في البناء هكذا قال رضي الله عنه وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن وكيع قال فدخلنا على خباب نعوده وهو يبني حائطا له حائطا أي جدارا أستان أو للبيت فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء إلا ما يجعله في هذا التراب أي فإنه لا يؤجر لكن هذا إذا كان يراد به التباهي والتعالي لكن لو بنى لحاجته لا حرج عليه يعني للحاجة يعني عنده أسرة كبيرة وإحتاج إلى كذا دور ليسكن ويسكن أولاده وإلى آخره ولم يرد التباهي لا حرج عليه لكن إذا قصد التباهي والتفاخر ويعني بيت أعلى من بيت فلان فهذه من أمارات الساعة قال فأخبرني عن أماراتها جمال علم والحكم قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترى الحفاة العراه رعاء الشاء يتطاولون في البنيان بيت خير خلق الله يعني من اللبن سقفه يعني واطي الناس كانوا يدخلون إلى بيوته وإلى حجر زوجاته فيلمسون الخشب كان متواضعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بيوته بقرب المسجد أن ترى أن بعض الناس لا يرغب بقرب المسجد يريد سوقا أو شارعا أو حيا أو إلى آخرة يا أخي خير لك هذا البناء ستتركه وتنتقل إلى ربك جل وعلا وربما تقدم بك العمر فتبعد عليك الطريق إلى بيت ربك فتحرم من الخير فكن قريبا اجعل انت يسر لك ذلك بيتك قريبا من بيت ربك وهو جارك وأنعم به من جار طيب هنا في تفسير القرطبي ذكر الإمام القرطبي رحمه الله عند قول الله جل وعلا واذكروا هذه في قصة صالح ثمود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال القرطبي رحمه الله استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوها وبقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولا حرم عليه الحرام المباهى ودفنوا المال وضياعه في الأسمنت والخرصانة والحديد يعني بدون فائدة بعض البيوت ضخمة بلا ساكنين يعني ربما سكن فيها الجن نعوذ بالله من الجن قال ذكر أن أبنى أو أن ابنا لمحمد بن سيرين بنى دارا وأنفق فيها مالا كثيرا فذكر ذلك لمحمد بن سيرين فقال ما أرى بأسا أن يبني الرجل بناء ينفعه وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر النعمة عليه حديث صحيح هو صحيح المسلم للشيخ ومن أثار النعمة البناء الحسن والثياب الحسنة ألا ترى أنه لو اشترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك فكذلك البناء وكره ذلك آخرون منهم الحسن البصري وغيره واحتجوا بقوله إذا أراد الله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد شر أهلك ماله في الطين واللبن حديث ضعيف لا يثبت قال القرطبي قلت بهذا أقول لقوله صلى الله عليه وسلم وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله عز وجل إلا ما كان في بنيان أو معصية هذا إذا لم يكن لحاجة أما إذا دعت الحاجة فلا حرج عليه والله جل وعلا قال في عاد أنه قال لقومه أتبنون بكل ريع آية تعبثون هذا عبث وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون بعضهم ربما الحمام وأكرم الله آذان السامعين ربما تكاليفه يبني بيتا نعم يعني بيتا متواضعا يبنيه فلماذا هذا والسعادة ليست بهذه النقوش وهذا التشييد وبالهندسة وما أشبه ذلك وإنما بطاعة الله أحيانا ترى بيوتا ضخمة تحترق بأهلها وترى بيوتا متواضعة فيها من السعادة والانشراح والطاعة ما يلمس ذلك من دخل طيب هنا في جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله قوله رعاء الشاية تطاولون في البنيان هكذا في حديث عمر والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه وفي حديث أبي هريرة ثلاث علامات منها أن تكون الحفاة العراء رؤوس الناس ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان وساق كعادته رحمه الله تعالى جملة من الروايات وذكر هنا قال دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول في البنيان ولم يكن إطالة البنى معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة ثم ساق إلى أن قال قال حريث بن السائب عن الحسن كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي يعني أنها واطية ليست رفيعة وكتب عمر لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم وقال يزيد بن أبي زياد قال حذيفة لسلمان ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله قال لما لتجعلني ملكا قال لا ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري إذا قمت كاد أن يصيب رأسك يا البناء والسقف وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك قال كأنك كنت في نفسي أنا أريد هذا البيت هذا البيت قالوا عن عمار ابن أبي عمار قال إذا رفع الرجل بناء فوق سبع أذرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين هذا نعم وإن ثبت عنه لا حجة إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبيت نعمة من نعم الله فلا تنفق فيه هذه الأموال الطائلة الكثيرة جدا وكما مر معنا ربما مكث الشخص في بناء البيت سنوات يعني عقود وهو يبني يعني يمكث ربما أكثر من عشرين سنة طيب متى ستسكن هل تضمن عمرك نعم العمر ليس مضمونا وكان السلف الواحد منهم يبني بيته في كم ابن عمر في كم بنا بيته في كم أبو إلياس في أسبوع الله أكبر أسبوع هذا ربما الواحد منا أو الباحثين عن الأرض ما وجدها وربما شهور فالزهد الزهد يريح جدا لكن كما سمعنا إذا دعت الحاجة ويعني بنى لحاجته له ولأهله أو أن يعجر ما تيسر من أجل أن تدر عليه لا حرج عليه لكن المباهات الحجر من كذا والسراميك من دولة من الدولة الفلانية والأبواب من كذا أتعبت نفسك أتعبت نفسك والذي يسكن في قصر كالذي يسكن في خيمة لا ماذي تقي من الحر والبرد والقر وتلك كذلك أتعبت نفسك أتعبت نفسك